اعلنت منظمة انجاز العرب ان البحرين انهت الاستعدادات كفة لاستضافة مسابقة انجاز العرب الاقليمي العاشر لشباب رائدي الاعمال 2016 والتي ستنطلق يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ترأسته سمو الشيخ حصة بنت خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لانجاز البحرين بتواجد ممثلين عن الجهات الداعمة الحكومية والخاصة حيث بيّنت سموها ان هذه المسابقة تقام لأول مرة في البحرين بحضور اكثر من اربعمائة ضيف من مسؤولين حكوميين ورجال اعمال من داخل البحرين وخارجها وبمشاركة ما يزيد على مائة وعشرين شابا من ثلاث عشرة دولة من مختلف منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يتنافسون لحصد احدى جوائز المسابقة التسعة وأكدت سموها في المقام ذات ان هذا الحدث يعتبر فرصة غير اعتيادية للشباب العرب من طلاب المراحل الثانوية والجامعات من خلال اكتسابهم لأفضل الممارسات في ادارة الاعمال التجارية من واقع الحياة الحقيقية مع مشانه بناء الثقة لديهم ليصبحوا على أتم الاستعداد لخوض سوق العمل التنفسي اشتركوا في القناة